اشتركوا في القناة 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 شاعل تغيل تحت باش غد يكون يعني الفران سخون منين بغيو ندخلو الكيك بالخليط يكون بهاد الشكل هادا كيما كتلاحظه فانا خدمت بهاد المول هادا اللي تيكون يعني شكل مدرج مع جناب تيكون المول عجيب فدهنت بالزبدة هاد المول ورشيت بالطحين وستم زيان الفائز ديال الطحين لاحظو الخليط كيف ديال الكيك مخفيفش وما تقيلش في نفس الوقت فغننزل الخليط كله في الكيك وكنحاول نهزي ديال واحد شوية لفوق باش يجينا الكيك طالع على الحواف قد قد ديال المول كيما كتلاحظو معايا كنحاول ننقاد الخليط بهاد الشكل هادا فغندخل الكيكي طيب على درجة حرارة متوسطة شاعل غير التحت حتى كيبالي نصف يره تتحمر وتنخرجو ومتلقى بكم ان شاء الله اذا كما كتلاحظو معايا الكيك ها هو الطاب كما كتلاحظو اسفنجيل واحد درجة كبيرة ومهوة من الداخل رائع رائع جدا ان شاء الله مني غتجربوه ان شاء الله غديعجبكم فاخديت هنا نصف لتر من الحليب وغدا نضيف ليها ربعين جرام ديال البودرة تلاك خيم باتي سياغ او لكانت عندكم يعني انا خديتها جاهزة فممكن انكم تصيبوها في الدار درت ربعين جرام ديال البودرة تلاك خيم باتي سياغ ودرت ربعين جرام ايضا ديال السكر سني ده ما يعادل اربعات المعالق كبار عامرين حتى الخمسة المعالق عامرين ديال السكر الخشين وغدا نحاول اندمج العناصر مع بعضها بهذا الشكل هادا فغدا ندير هاد الخليط فوق النار مهيلا مزيان وانا تنحرك مزيان باش ما يلسقش لنا لتحت الخليط مني تيبدكي تقال فكن حيدوه من فوق النار هاد الخليط وغنصبوه فوق الكيك فخليكم معي ان شاء الله وكي ما لاحتوا معي مني بلية الخليط تقال سوفي غدا نكبوه في الوسط ديال هاد الكيك هادا على هاد الشكل هادا سوف نحاول نعبر لكم القطر ديال هاد المول شحال ونحطوه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف باش إلا كان عندكم المول صغير تديرو غير النصف الكيمية كان كبير فغدديروه الكيمية كاملة تبرد هاد الكريمة ونتلقى بكم فبعد ما بردات الكريمة مزيان عندي هنا يا تين او الكرموس يعني ولا الباكورك ولا واحد شنو كيسميه فقط قسمته على جوج هاد الكرموس هادا وعودت قسمته على نصفين تخديت بشكل يكون رقيق مزيان كنحاول ندوزو على هاد الشكل هادا في الجناب ديال طارت بهاد الشكل هادا وكيبقى لكم الاختيار اي نوع ديال الفاكهة عندكم ممكن انكم تخدموا بيها على حسب الفواكه اللي كيكونوا موجودين في الموسم فكنستمر بهاد طريقة هادا حتى نكمل الكيمية كلها وكن اعتدر على ان التقطع لي يتصور وانا كنصور فان مش مارش حتى هو دوزو بنفس الطريقة حتى نكمل الكيمية كلها ان شاء الله وانطلقى معكم في المرحلة التالية خليقوا معي فغدا نحاول ندير الوسط الفخونباز كان عندي في المجمد فكيبقى لكم الاختيار في الفواكه حتى لا كانوا الفواكه معلبة ممكن حتى هم نزينوا بيهم بحل الاناناس بحل الخوخ بحل المشماش تبقى لكم الاختيار في الفواكه مني ان شاء الله غدا نبغي نقدم هاد طبق فغدا ناخد الشيطة وغندوز واحد تدويزة خفيفة بالناباج يعني كيبقى لكم الاختيار غير الفخونباز لي ما تقيسوش نهائيا بالناباج لانهو تيطلق الماء وغادي يتكرفص لكم الشكل ديال الحلوة فانكتافي غير بالمشماش وكارموس كمهما اللي كان ديرو ليهم الناباج وكان قدموها بصحة والراحة فصراحة كتجي لديدة بزاف وانا ان شاء الله متأكدها مني غتجربوها غدا تعجبكم وغدا نحاول ندير واحد الدورة اخرى ديال الفخونباز لداخل باش نحصل على هاد الشكل هادا سيبقى هدا هو الشكل ديال الحلوة اللي حضرت معكم دوتو ده بالشكل النهائي فخليكم معي ان شاء الله وسيبقى هدا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي خدمت معاكم بارد وصراحة كتجي لديدة لديدة بزاف مهوية بواحد شكل كبير ان شاء الله غتجربوها وغا تبقى معتمدة عندكم ممكن ان نديروها في قوالب فردية تكون في المول عجيب ايضا يعني كدروري تكون عند هذه الحفرة تكون الحفرة الوسط في المول هذا هو اللي بغايت نوصل للبنات ونديروهم فرديين ونزينهم بالفواكه او لب الكريمة اللي بغيتو صراحة كتجي رائعة جدا كما كتلاحظوا معي انا يا دوس طغير على المشماش والكرموس هما اللي دهنتهم بالناباج وهدا هو الشكل ديال الحلوة اللي حضرت معاكم البنات لاحظوا كيفاش مهوية من الداخل وشيشة شيشة لوحد درجة كبيرة بحل لي مسقي بشي سيرو ولكن احنا مسقينا هاتا بشي حاجة كما كتلاحظوا معي فكما كتلاحظوا معي هنا غدا نحاول نقطع بشيشة بالفرشيات امامكم بشتشوفوا عندما يعني كتجير طباهم هوية من الداخل ورائعة والديدة بزاف بزاف كما كتشوفوا كنتمنى الوصفة والفكرة تكون نالت اعجابكم وان شاء الله تجربوها بصحة والراحة واي حاجة ما واضحاش مزيان اي حاجة ما مشروحاش خليوا لي ان شاء الله في التعليق نجاوبكم عليا بإذن الله وكنشكركم بزاف زاف على حسن المتابعة وعلى التعليقات وعلى التشجيع ديالكم وبقالية الى نقول لكم تلافراتكم بزاف زاف وإلى لقاء اخر في فيديو اخر في فكرة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم